والله أنا اللي بيخليني سعيد الصحة وراحة البال وأن الواحد يعيش في أمان يعني فكرة أن الواحد عايش علشان يطموحه ويحق منها الحاجات اللي هو بيحبها والناس حاوليه تبقى ممسوطة وأهلي بقويسين أنا تمام جدا كده الحمد لله يعني أكيد طب بتلاقي السعادة في التمثيل برضو وأنت واقف بتمثل قدام الكاميرا؟ يعني أعلى لحظات السعادة والفرحة بتبقى وقت التمثيل قدام الكاميرا يعني 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 عايز أقولك أن ممكن الواحد يكون مودو مش لطيف وراحل تصوير ممكن يكون عنده حاجات في البيت أو كده سبحان الله في حاجة جريبة بتحصل أول ما بنقول للمخرج بيقول يلا يا جماعة احنا هندور بتلاقي الدنيا يوصل تماما جدا وهو دايما بيقولك ايه فيه يقولك الكاميرا بتحبك وحاجات كده فهو فعلا في حاجات بتحصل كده بتخلي الواحد الحمد لله مودو كويس وبيبتدي يخش في الشخصال هو بيمثلها يعني ودي أحلى حاجة في الدنيا طيب أحمد عايزة في الأولى باركلك على صوت وصورة بصراحة المسلسل جميعا مكسر الدنيا كلم عن قضية مهمة جدا وهي الزكاة الاصطناعي على قدم هو مفيد جدا وحللنا مشاكل كبيرة جدا على قدم ما وقعنا برضو في مشاكل كبيرة جدا وممكن يعمل لنا كوارث في حياتنا فكنت متوقع النجاح الكبير قوي لصوت وصورة طبعا مع الأمر حنا متوقع لأن هي يعني جميلة فعلا في الروح وفي الشكل وفي الأداء وفي كل حاجة فأحكي لي كنت متخيل الهايب دي كلها على المسلسل وأن هو ينجح بطريقة دي بصي أعزي أقولك على حاجة طبعا إحنا ما كناش محدش فينا خالص كان متوقع النجاح الفضيع للحصل ده خصوصا كمان إن ده حصل في بداية الأحداث يعني في غزة أخواتنا في غزة وأحداث فلسطين فكان الموضوع بالنسبة لنا كان صعب جدا وطبعا كان خلاص واجدين موعيد عشان لازم نطلع نعرض فكنا كلنا متوترين بس يعني كنا يعني مثلا في البريك كنا دايما نتابع الأحداث طب إيه بيحصل الكلام ده كله طب الناس هتتفرج ولا لأ بس سبحان الله الناس كانت متابعة الأضايا الفلسطينية وأخواتنا في غزة وفي نفس الوقت كانوا بيتفرجوا على الحلقات بتاعتنا على المسلسل وبعدين أنا أصلا لما جالي للمسلسل يعني هم بيكلمني الكاستنج ديريكتور بيقول لي يا شاهين أنت مترشح لدور كذا 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 فلقيته بيقول لي المسلسل إخراج أستاذ محمود عبدالطوبة أو طوبة زي ما احنا بنقوله يعني وإنتاج أرومة وبطلة المسلسل أستاذها حنان مطاوع يعني واللي كاتب الورق كمان أستاذ محمد سمان عبد الملك فلقيت إن لأ التوليف كل الناس اللي بحبها آه يعني خلاص تمام طب هتعمل إيه هعمل دور محامي أنا دايما متعود إن أنا لما أجي أعمل دور لازم أعملهم مختلف علشان أسيب فيه بصمة آه فأنا دايما بحاول أروح للحاجة يعني مش الناس متعود عليها يعني فبتقيت أقعد مع الناس صحابي عايز تعمل كاركتر آه أعملوا أعملوا مختلف يعني بس أقعد مع الناس صحابي محامين صغيرين علشان أعرف بس المصطلحات يعني يعني أعرف المصطلحات بس اللي هي الحاجات العريضة آه بتاعة المحامات وبعد كده بقى أنا أبتدي أشتغل يعني والحمد لله محسوس جدا مردود الأفعال والحمد لله ناس تعلاق جدا بالشخصات بتاعت مصطفى جويش والحمد لله ناس بتردد الإفهات بتاعتها دي حقيقة لا أهو كان كاتشي جدا وخلي بالك برضو المسلسل كان أنا كنت فاكراها بقى خمستاشر يعني أنا وأنا بتفرج أنا عارف أكيد ده مسلسل في منصة ما هو دايما فيه خمستاشرات أوف سيزن متعودين ففجأة الناس لقيته 30 حلقة وكل مرة مش بنزهق يعني كل مرة فيه أحداث كل مرة فيه حاجات لطيفة ما تخضطش برضو انهم الحاجات اللي هو 30 مش 15 الورق والقضية والحاجة اللي احنا بنتكلم عليها كانت تستحمل اللي احنا نعمله في 30 حلقة خصوصاً ان الحتة بتاعت الزكاء الاصطناعي ما فيش أي حد عام عليها زوم خالص في الدراما اللي احنا وكمان انا دايما بقول ان الزكاء الاصطناعي ده لو تم استلدامه بشكل كويس هيفيد البشرية تم استلدامه بشكل خاطئ هيدمر الدنيا خالص زي ما احنا شوفنا حاجات في المسلسل في ده فكان لازم ان احنا نبقى بنروح للخطوط الدرامية ونخش جواه عشان نعرف الناس الصح فين والغلط فين وكمان الميزة في الموضوع ان كان المسلسل كان شوية فيه بقى شوية كآبة وشوية عيوات وكلام ده وكان الجانب اللطيف عندي انا وعمر وهبة عمر وهبة كان خاطير في دوري يعني لك اي حاجة بيعمل عليها اف اي لا لا عمر جميل عمر جميل جدا يلينا وعايز اقولك كمان هو كواليسه حلوة ومسلسل كله علشان كلنا حابين نطلع حاجة كويسة فكلنا كلنا بتذكر مع بعض واللي شايف حاجة حلوة بيقولها للتاني يعني عمر لو شايف حاجة حلوة انا ممكن اقولها فبيقول لي اه طبعا وانا نفس القصة وصدقي نفس القصة الجروب بصراحة كله كان حلو وكان يعني كمان المخرج نفسه بيطلع من الممثل احسن حاجة عنده فده كان شيء بصراحة حلو قوي